موسيقى 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 تاني في احدى النشاطات تاني من احدى الكيانات الموجودة ان في ناس عليها ايجار متأخر بدأت تروح لهم مساعدات مالية انا من خلالك او سيد انا بوجه رسالة لشعب العياط وبقول ان التضامن اللي حصل دوت احنا عايزينه يزيل ما بيننا كل الخلافات اللي كانت حصلة قبل كده وينضم ككيان واحد ان احنا نساعد بلدنا وانساعد برضو حكومتنا ان احنا نوفر للناس دي ان هي ان شاء الله باذن الله نعد الازمة دي على خير باذن الله تمام مستمر او سيد علي يعني برضو حابب اعرف من حضرتك يعني الانجازات بتاعت شباب العياط خلينا نتكلم يا او سيد علي من اول اه ازمة حالة الطقس من اول الامطار اه اه انا شفت شفت شغل على الارض من اول ازمة الامطار انا كنت اكلمك في النقطة دي طبعا قبل موضوع الفيروس وكده طبعا احنا مرينا بسوق احوال جوية كتير والامطار والكلام ده طبعا شعب العياط ده ورجالته وبناسه بجد بجد يعني انا بشكرهم دلوقتي بيقفوا مع بعض في الازمات طبعا المياه مش عايز اقول لحضرتك احنا البلد كانت متبهدلة ازاي بسبب الامطار وكده طبعا التعاون والاهالي دور المرأة طبعا والشباب الناس الكبيرة في السن كانوا بيشجعونا ان احنا نغضي المياه من الشوارع ونتكتف مع بعضه كلنا وانطلع بره طبعا بمساعدات مجلس المدينة والناس الافاضل دي برضو وما ننساش دورهم مساعدونا كتير فالحمد لله مررنا بالازمة الحمد لله الحمد لله رب العام طيب وفي ازمة كورونا بقى يعني انا كنت شايف برضو ان انتم تعملوا توعية للأهالي طيب استاذ علي الصعبات اللي بتقابلكم في الشارع والله الصعبات اللي بتقابلكم دي هي بتقابل كل الناس وكل المحافظات وكل المراكز احنا طبعا عايزين طبعا المرافق ما عندناش مرافق احنا لو عندنا حاجة زي السنف الصحي كان موجود في العياط كتأزمة المطر دي كتعدى تعليمنا غير ما نحس بيها نظبط احنا عندنا هنوضي الماء فين تمام مجلس المدينة الله يكون في العون طبعا يعني مجلس المدينة الضغط عليه جديد طبعا وعليه مسؤوليات كتيرة احنا عندنا مركز العياط 36 قرية اه 39 39 قرية الموضوع كبير طبعا فده النقطة دي يعني بيوجه الكلام طبعا للناس المسؤولين للناس الجهة التنفيذية انهم يبصلنا بس واحنا برضو بنظاما مع حضرتك يا عصد عالي وبالناشد المسؤولين يا جماعة النظر لزيل المحافظة ودايما زيل المحافظة مهمش احنا عايزين المسؤولين ينظروا الى مركز ومدينة العياط يعني نظرة رحمة مش اكتر من كده الزبط طيب ارجع له استمر تاني استمر يعني حابب اعرف من حرتك او يعني حركك واحنا بتدردش قبل الهوى قلتي لي ان انت عندك رسالة عايز توجيها للمسؤولين ورسالة عايز توجيها للشباب الكاميرا ما احرتك يعني فأجالة عشان وقت برنمجنا بالنسبة للرسالة لنا عايزة اوجيها الاول لشعب العياط احنا فيه يعني فكرة تحدي شباب العياط في الخير ورجال العياط في الخير احنا ما بنقولش برضو الشباب وربنا يبارك في الشباب وربنا يبارك في الرجال اللي هي دعم الشباب انتوا عن حالة جميلة الحمد لله رب العالمين الحمد لله انا ما بنسبش الفضل لنفسي لان انا مش من احد اللي يعتبر مش من احد انا يعتبر ايه اقل فرض مشارك في الموضوع ولكن الشباب بصراحة هو اللي دوروا فعال جدا في القصة دي انا هستشهد بقرية جنبينة في نفس المحافظة اسمها قرية ام خنان القرية دي لمت في 24 ساعة 680 الف جنيه راحوا وعملوا وكشفوا وحصر للعمل المؤقتة بعد الما يدي شنطة مثلا تكلفتها 150-200 جنيه هو بعد تكلفة الشهر 1200 جنيه لكل اسرة انا بدأ شباب العياط ورجال العياط وكل من هو يمتلك قدرة مالية في العياط ان احنا نعمل زي البلد دي ويبقى رسالة نحتازي بيها في كل مدن جمهورية مصر العربية وكل كرة جمهورية مصر العربية احنا النهاردة العياط 500 الف نسمة 500 الف نسمة انت بتتكلم في ان انا دلوقتي انا مغطي 1500 اسرة وبستهدف كمان 3000 اسرة حاجة بسيطة جدا فالنهاردة لما تكون قارية مش بحجم مركز زي العياط وتلمي 680 الف جنيه في 24 ساعة انا بقول للعياط احنا مش اقل من اي حد احنا عايزين نبقى في الخير ندعم كل المستويات وندعم كل الطواقف عشان ربنا يكرمنا في الازمة دي ونعدي ونحس طبعا بغيرنا سواء طبعا يعني فيه ناس اول حاجة لازم تبدأ بجارك ولازم تبدأ باللي جنبك على اساس ان احنا يبقى فيه تكافل اجتماعي على كل المستويات احنا فيه تكافل اجتماعي النهاردة صدر بالجهود الزاتية وعن طريق الجمعيات وعن طريق الاحزاب وعن طريق كل الكينات اللي موجودة انا قلتلك ان كله داب في كيان واحد عشان نحقق هدف معين النهاردة الهدف دوت احنا الحمد لله رب العالمين بالنسبة لمصر احنا بنقول ان الاكل والشرب موجود الامان موجود وده كله طبعا لان ربنا في الاول وفي الاخر هو راضي على شعب مصر ان احنا شعب طيب وطبعا الرسالة الموجهة بالنسبة للقيادات بتاعتنا احنا هنتكلم في القيادة الداخلية بالنسبة للمركز ومدينة العيات ومحافظة الجيزة عموما احنا نقصنا شوية دعم يا أستاذ سيد بالنسبة للمرافق والاداء المساعدة على تنفيذ هذه المرافق احنا دلوقتي لما ننزل نرش وانطهر الشوارع برضو بالجوية الزاتية احنا كل اللي احنا استفادنا به ان احنا تعاوننا مع مجلس المدينة والزراعة في توفير الالات ولكن المادة نفسها اللي احنا بترش بيها طبعا انت بتجيبها على حسابك الشخصي ومرة احنا النهاردة لما تكون 36 39 قرية حدثك بتتكلم انت المفروض ترش المركز وترش 39 قرية واتطهرهم فمحتاج معدات المعدات دي النهاردة مش موجودة فانا بطالب بل احنا قلنا ويعني انا بشكر حضرتك يا استامر وبشكر حضرتك يا استامر انا يا سبب ديك الوقت بتاع حلقتنا احباء الكرام يعني رسالة اخيرة ليكم علشان خاطر مصر وعلشان خاطر كل اهلنا ياريت الناس تلزم بيتها وياريت الناس تلتزم بمعاية حضر التجوال حفظ الله مصر حفظ الله مصر شكرا وإلى اللقاء